لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إحبال أقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساعد مرحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقيتنا النهاردة هتكون بعدوان ابن حجر بصورة الله وإحنا شوفنا المرأة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت الجهمية هم مبتدعة زي ما وصفهم ابن حجر وأنقاروا جودة الله ولكن عن طريق تعطيل أو نفي صفات الله أو تأويلها على غير المراد منها زي مثلا أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحد ولا أحد يا راب وخدنا مثلا الحلقة اللي فاتت أنه إزاي نفى الصورة لله وإزاي أول الصورة وإحنا طبعا شوفنا ابن حجر بأول الصورة على أنها صفة النهاردة كمان هنثبت أن ابن حجر بأول الصورة على أنها صفة في مواضع أخرى في صحيح البخاري فأول مرجع هنروح له فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الاستئذان يقول لنا كده عن أبي هريرة عن النبي قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون زرعان طيب هنا خلق الله آدم على صورته على صورة مين؟ هل على صورة الله ولا على صورة آدم؟ هي المفروض طبعا على صورة الله لكن ابن حجر حاول كتير أن هو يقول أن هي على صورة آدم أو على صورة المخلوق عشان يبعد عن أن لله صورة لكن خلينا نشوف طبعا أول حاجة ابن حجر علق الحديث ده في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قال المراد بالصورة الصفة وانتعى من الموضوع في الحتة دي وهنشوف مع بعض كده لما جات الصورة بالإثبات راح ابن حجر إيه؟ أولها على طول والتأويل حسب كلام الشيخ البراق زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت هو تحريف الكلام عن موضعهم هنشوف رد الشيخ عبد العزيز بن باز بيقول إيه؟ تأويل الصورة في النصوص بالصفة ليس بجيد بل لله صورة حقيقية لائقة به كما أن له صفات كاملة حقيقية لائقة به أيضا وإثبات الصورة لربنا لا يلزم منه أن تكون مشابهة لصور المخلوقين إلى آخر الكلام غاية ما الشيخ غاية ما يعني قاعد يشرح وبعدين راح قال إيه؟ وقد شرح شيخ الإسلام ابن تايمية الكلام على مسألة الصورة في آخر بيان تلبس الجهمية وده كلام معناه إيه؟ معناه أن الشيخ الشيخ بن باز بيحيل القارق اللي كتبه ابن تايمية عن قول الجهمية في صورة الله وطبعا ده التهم صريح وواضح لابن حجر أنه جهمي ويرجعه لكلام ابن تايمية في الكتاب هنروح كمان لحديث تاني عشان نشوف ابن حجر عمل إيه في الصورة صحيح البخاري كتاب العديد قبيب إذ درب العبد فليشتنب الوشه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي قال إذ قاتل أحدكم فليشتنب الوشه هنشوف تعالي ابن حجر في الحديث بيقول إن الله خلق قدم على صورته وبعدين بيقول واختلف في الضمير على من يعود على من يعود اختلف في الضمير على من يعود فيروح يقول لنا كده فالأكسرية على إنه يعود إلى المضروب وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من الكلمة الأكسرية دي لأن احنا هنشوف هال ابن حجر بيقول الحياة ولا لا فبيقول فالأكسرية على إنه يعود على المضروب على الإنسان يعني لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه ولو لأن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها وبعدين راح ابن حجر استشهد لنا بقول الكرطبي وكرطبي طبعا كمان أشعري عشان كده هو موافق على كلامه وكرطبي أشعري واستشهد بكلام الكرطبي ويقول وقعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن يعني الحديث ده ليه طرق تانية بتقول أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وبعدين راح الكرطبي بيقول وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك يعني الكرطبي قال لا ده يعني كده انت يعني بيتوهمه لأن الصورة مش عايدة على المخلوق دي الصورة مش عايدة على الله دي عايدة على المخلوق يعني الله خلق آدم على صورته وابن حجر بيقول لا الصورة دي بتعود على مين؟ على المضروب وعلى المضروب من على الله وبيقول أن الأكثرية قالت كده واستشهد بقول الكورتوب ولكن الأقلية قالت صورته دي هي صورة الرحمن وأن أدم مخلوق على صورة الرحمن طيب إحنا دلوقتي هنروح لكتاب التحبير لإضاحة معاني التأثير عشان نشوف كلام من حجر صح ولا لأ يقول كده وعلى ما تقدم نقول بيان أن إعادة الضمير على حديث خلق الله آدم على صورته على غير الله ده قول مين قال لك ده قول الجهمية كما قال الإمام أحمد يبقى اللي بيقوله ابن حجر وكرتوبي أن الضمير عائد على آدم أو على الإنسان المضروب يعني ده قول الجهمية على طول وبيقول لنا كده وفي ذلك رد على جميع التأويلات التي ذكرها الحافظ من أقوال الذين جعلوا الضمير عائدا على آدم أو على المضروب أو على المقول له فإن هذه الأقوال مخالفة لما ذاهب إليه خلي بالكو ذاهب إليه إيه؟ جمهور السلف من أن الضمير فيه عائد على الله عز وجل يعني جمهور السلف يعني الأكثرية هم مين؟ جمهور السلف مش الأكسرية أنه هما الجهمية يعني إحنا بنلاحظ أن كل الأقوال اللي نقالها ابن حجر هي أقوال الجهمية بينما أن ابن حجر ما قالش غير أنه دي الأكسرية والأكسرية عنده هما الجهمية بالنسبة له طبعا بيقصد إيه اللي هو على مسهبه مسهب الجهمية خلينا نشوف تعليق كمان ابن تيمية عن الموضوع قال إيه في نفس الكتاب في التحبير لإضاحة معاني التأثير ابن شيخ الإسلام ابن تيمية راح قال وما بعدها لم يكن بين السلف من القرون السلاسة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد على الله يعني 300 سنة محدش قال الضمير يعني عائد على أي حد غير الله يعني الجهمية جات بعد 300 سنة هما اللي بتدوا يخترعوا كلام أن الضمير عائد على قدم أو على المخلوم فبيقول كده فإنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وصيق الأحاديث كلها تدل على ذلك إلى أن قال ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيها عائد على غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمور كأبي ثورو ابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم ولذلك أنكروا عليهم أئمة الدين وغيرهم من علامة السنة أنكروا عليهم الكلام ده يعني الكلام اللي بيقول عنده ابن حجر قول الأكثرية أصلاً مظهرش غير في الكرن الثالث لما ظهرت الجهمية يبقى كده يبقى كده إذن الكلام ده كلام إيه الجهمية ومذهبهم بامتياز السؤال بقى اللي طرح نفسه ليه ابن حجر بيجذب ويقول أن هذا الكلام يعني بدل ما يقول كلام الجهمية بيقول ده كلام الأكثرية ده سؤال أنا بترحل كل من يعتمد فتح الباري لشرح سعي البخال طبعاً ده بيأكد أن ابن حجر جهمي وإلا ما كانش يقول كلام الجهمية وبنكتشف كمان أنه بيدافع برضو عن مذهب الجهمية طيب وأنا هاختم الحلقة النهاردة بمفاجأة إيه هي المفاجأة موجودة في نفس شرح الحديث فسعي البخال كتاب العاد قباب إذ درب العبد فلياشتنب الوجه يقول لنا كده عن أبي هرايا رضي الله عنه عن النبي قال إذ قاطل أحدكم فلياشتنب الوجه شرح ابن حجر بيقول وقد قال المازري غلط ابن قطيبة وابن قطيبة أنا نوهت عنه الحلقة اللي فاتت وأنا هقول لكم مين ابن قطيبة النهاردة بالتفصيل فالمازري بيغلط ابن قطيبة تصوروا وإن لما تكتشفوا معايا مين ابن قطيبة ده تستغربوا جدا فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال سورة لك السورة يعني المازري غلط ابن قطيبة لأن ابن قطيبة قال نجريه على ظاهره يعني نمره كما جاء يعني بيثبت لله سورة ونلاحظ ابن حجر طبعا لما بينقل كلام المازري يعني ابن حجر موافق على كلام المازري وإنه بيغلط ابن قطيبة طب تعالوا بقى نشوف مين ابن قطيبة في تعليق الشيخ في تعليق الشيخ البراك عليه بيقول إيه ابن قطيبة طبعا ابن قطيبة بيقول الحديث نجريه على ما على ما أجره يعني نمره كما جاء إذن لله سورة حقيقية ولكنها ليس كصور حلقه وطبعا ده كلام أهل السنة وابن حجر بيقول الكلام ده موافق عليه ولو ما كانش موافق ما كانش يعني كان هيرد بعدم الموافقة طبعا تقلينا بقى نشوف الشيخ البراك قال إيه عن ابن قطيبة الشيخ البراك قال المازري غلط ابن قطيبة فأجر هذا الحديث على ظاهره وابن قطيبة يعرف بخطيب أهل السنة وله جهود في الرد على الزنادقة والمعتزلة كما في تأويل مختلف الحديث له يعني ابن قطيبة ليه كتاب رد على الزنادقة في كتاب اسمه اسمه الذكر قدامك ده الوقت ده يعني ابن قطيبة ده خطيب خطيب السنة ويرد على المعتزلة في كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث فهم يغلطوا طبعا لأنه هم جهمية فبيقول كده وما ذهب إليه ابن قطيبة رحمه الله تعالى من إثبات الصورة لله عز وجل إنها ليست كصورة أحد من الخلق فله سبحانه وتعالى صورة لاك الصور ومسهب جميع أهل السنة المسبتين لكل ما أثبته الله لنفسه أو لكل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسولهم يعني ابن قطيبة من أهل السنة بل ومعروف بالرد على الزنادقة والمعتزلة وده اللي بيأكده الشيخ البراق إن كلام ابن قطيبة هو كلام نفس أهل السنة وبعد كده بيبدأ الشيخ البراق في الرد على ابن حجر وبيقول إيه يقول كده وأما حديث فإن الله خلق آدم على صورته فقد استدل به أكثر أهل السنة على إثبات الصورة أيضا وردوا الضمير إلى الله تعالى وأيدوا ذلك برواية من رواياته بلفظ على صورة الرحمن ومن رد الضمير إلى آدم عليه السلام أو إلى المقاتل وقصده نفي الصورة عن الله فهو جهمي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبعا قبل كده إحنا نشوفنا إن ابن حجر بيرد الضمير على المضروب نقلا عن الأكثرية اللي هم طبعا إحنا عرفنا إن هم إيه جهمية وهم طبعا والأكثرية طبعا نشوفنا إن هم أهل السلف وعلى حسب كلام الشيخ البراق إن اللي يقول الكلام ده فهو جهمي وأثبتنا في الحلق إنه بينفي الصورة والشيخ البراق بيقول ونفي الصورة هو مسهب الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم وأنا بسأل كل أهل السنة والجماعة إنت زيت تاقب من واحد مسهبه جهمي بينفي وينكر الصورة لأله تابعوني الحلقة جاء نكمل مع بعض عقيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا أترد بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أترد بعقل وإذا أترد بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بينما وقل المساعد ترجمة نانسي قنقر